اهلا وسهلا بكم متابعينا اليوم راح ناخذ شون الفرق بين الفعل ذيك او تنكتب ذيك فهم مثلناتهم من تشوفهم مكتوبين بالجملة راح تشوف نفس الكتابة ماكو فرق بيناتهم مرات تنكتب كبيرة ومرات تنكتب صغيرة لكن اكو فرق بين بالمعاني يعني تجي مثلا بعيد او ابتعد او تجي طريق يعني هالشكل اكو بيه هذا التفاصيل فسويت اربع مثلة ان شاء الله راح توصل للكم الفكرة وتعرفون شون الفرق بين الكنمتين فناخذ اول مثال مثل ما ذكرت معناتها بعيد او طريق او ابعد او اتجاه مثل ما تلاحظون ما سوي لكم ايها باللون الاحمر تلفظ ذيك مثلا فيا هابن اينا لانغن فيك هنتر اونس يعني لقد قطعنا شوطا طويل او قطعنا مسافة طويلة من الشارع اللي والطريق اللي سيلكنا المثال الثاني هند فيك او دا اش بنوتس هاند شالن يعني ابعد يدك وإلا سوف استخدم الاصفاد الاصفاد اللي يستخدمها البوليساي الشرطي من يمسك له شخص يخلي هاي الكلبشات السلاسل بيديه اللي يسموها هاند شالن فاخدناها باول مثال اللي هي الفيك وكانت بالمثال الثاني ايضا فيك نتابع باقي الامثلة دي نخستشتات استفايت ذاك ما قلت فيك هنا صارت دي نخستشتات استفايت ذاك يعني المدينة التالية هي بعيدة المثال البعد بلايب فم فنستا فيك بيتر يعني ابتعد عن النافذة بيتر لاحظتم الفرق فوق صارت دي نخستشتات استفايت ذاك والجوة بلايب فم فنستر فيك بيتر فالفوق جتي المدينة التالية هي بعيدة فيت فيك يعني مسافة بعيدة والجوة دي يقول له ابتعد عن النافذة بلايب فم فنستا فيك بيتر فهذا هنا عدنا صار اختلاف بالمعنى مثلا تلاحظون دي نفس الكتابة اثناءاتهم مكتوبة يعني كلاين شغايبن مكتوبة حرف صغير ما مكتوبة حرف كبير حتى واحد يفرق وناخذ المثال الثالث دو بست فيت فيك فن تسوهاوزة دو بست فيت فيك فن تسوهاوزة يعني أنت بعيد جدا عن المنزل أنت بعيد عن البيت والمثال الجواته دو مست زوشنل في موغليش ذيك يعني يجب عليك في أقرب وقت ممكن ذيك تروح تذهب الذهاب ممكن للذهب يجب عليك في أقرب وقت ممكن الذهاب دو بست فيت فيك فن تسوهاوزة والمثال الثاني دو مست زوشنل في موغليش ذيك ونتابعوا يكيف آخر مثالا المثال الرابع palms ايش سึن اوف ديم ذيك يعني أنا بالفعل على الطريق أو أنا قادم يعني مثلا من يتصل علي شخص يقول زيدون مثلا عندنا موعد اليوم ساعة خمسة وأنا رايح له بالباص يعني راح أوصل تقريبا أنا بضي نصف الطريق فى يخابين يقول لي مثلا اني موعد اللغة أو تكنسل فأقول لي يعني يعنيها بالفعل على الطريق ايش بني شون اوف ديمmic يعني مثلا تقدر تقول لي نجايك بالطريق راح اوصل. فهذا المثال كان. والمثال الاخير اشمس ان فنف منوتن فيك. يعني يجب علي خلال خمس دقائق الذهاب. لازم خلال خمس دقائق اروح يعني ما ابقى. فهذا كان نهاية فيديو اليوم. ولو الفيديو قصير بس شفت انه اربع امثلة. هتكون كافية انه تفتهم فكرة الفيك والفك. واذا عجبكم الشرح لا تنسوني بالعجاب والاشتراك بالقناة. واللي عند اي استفسار يقدر اكتب لي بالتعليقات. تحياتي لكم جميعا.